أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من هم ذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون عونك يا معين وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بك ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الهادي وعلى آله وصحبه مفاتيح الأياد ما أنشد منشد وشد بمدحه الشادي وراح رائح لقططاف ثمرات رياض جوده الزاهية وغدا غادي أما بعد فيقول أفطر العبيد إلى مولاه المجيد أبو محمد بن محمد إبراهيم جوب كان الله البر المجيب له ولأحبائه في الدارين بلا أهدان ولا كروب حمدا لمن جعل شيخنا وسيدنا أحمد بن محمد بن حبيب الله رضي الله عنه وأرضاه فوق جميع الأولياء كما جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك فوق جميع الأنبياء فكان رضي الله عنه مفتاح كل خير ومغلاق كل ضير والوسيلة العزمى إلى رضوان الله الأسماء فلذلك كان ذكره كذكر الله ومدحه رضي الله عنه كمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الله ولا وسيلة إلى رضوان الله أعظم من ذلك ولا تجارة نربح مما هنالك فأجبت أن أذكر لك بعض قصائد فأحببت أن أذكر لك بعض قصائد تستمل على كثير من الفوائد أنشأتها في مدحه وثنائه راجيا أن لا أوره في الدارين تحت ظل رضوانه وعطائه آمنا من كل مكروه ومخوف فائذا بكل خير ومعروف والله تبارك وتعالى أسأل التيسير فيما أرومه من فضله بلا تعصير وقلت مستعينا بالله وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله بمدحك يا أستاذ زالت مخاوفي وزال عنائي واستفاضت معارفي بمدحك يا أستاذ زالت مخاوفي وزال عنائي واستفاضت معارفي فيومي سرور ثم أمن وبهجة وليلي بك الدارين ليل العوارفي ولما بدى لي أن مدحك رفعتي تلادي به ممزوجة بطرائفي شغلت به قلبي ونطقي وفكرتي ولوحي وقرطاسي فأضحى مصاحفي فلله جود منك يحكيه وابل ويخجل موج البهر مع كل عاصفي ولله علم منك لم يحوي من مضو ومن حان أو ياتي من أهل المعارف خدمت النبي المصطفى خدمة ونلأ كابر عنها في جميع المواقف مقامك قد فاق المقامات كلها ووصفك آياء بعضه كل واصفي فسبحان من أعطاك في القرب رفعة تقاعس عنها كل قطب وعارف أطال إله العرش عمرك آمنا وأرضاك إرضاء الكريم المساعف بحرمة خير الخلق مفتاح جوده عليه سلام الله من الأصحائف مع الآل والأصحاب والغر كلهم مدى الدهر ما داموا ملاذا لخائف وله أيضا يا سادة ذكرهم في الكون قطارا ومن وجوههم خد نار ما نارا ومن ضياؤهم في كل أزمنة يجل الظلام ويهدي للذي حارا ومن بحورهم تروي الوفود ومن معين فضلهم غيث الهدى فارا ومن إذا ناب للأكوان نائبة كانوا لها عندما يفقدن أنصارا أنتم مراد العلي من خلقه فبكم لا شك ينزل للأكوان أمطارا أتاكم يا جمال الكون زود نس يرجو القبول وإن أخطى وإن زارا وأن ينال بكم عذا ومرتبة حتى يفوق بكم منفاق أخيارا وأن يفوز بكل القصد دون عنا وأن يحوذ من التقريب أوطارا ولا وسيلة عندي غير جودكم وعفكم فاصفحوا عن مزنب حارا إني عزمت على الترحال في عجل لحضرة القرب نحو الله محضارا ماذا أقول وقلبي صار منغمسا في حب دنيا حوارينا وأكدارا كل مرئ من ذوي التسليم ذو ذمم ولا ذمام لمن قد خان مدبارا فاقبل معاذير عبد جاء مبتغيا منكم دنوا وأن يلقى بكم عارا ولا تردنه يا أستاذ خائبة يداه بل أوله سرا وأنوارا وزجني في بحور النور يا وزري حتى أشاهد سرا فاقل أسرارا أنت المكي الذي لولاك ما شربت قلوبنا من بحور العشق أنهارا أنت الولي العلي المستعان به في المعضلات وحيدا فقت لبرارا إن الشيوخ نجوم يستضاء بهم وأنت شمس لمن لم يفقد بصارا وهم عيون وآبار يغاث بهم والكل منهم حوا درا ودخدارا لكن ما أنت قاموس تحيط بهم إحاطة العرش إعلانا وإسرارا منك استعار السنى بدر وشمس ضحا ضوءا وعلمت علم الجود لم طارا المسك عن عرفك النفاه ذو قصر وفي الشجاعة حقا فقت هيصارا فالعلم والذول جاء صاحبين لكم فحيث ما سرتموا بين الورى سارا وحيث ملتم تميل الشمس نحوكم والبدر والنجم إقبالا وإدبارا أيقنت أنك في ذا الدهر ذو قدم على رقاب ذوي الإرشاد إجهارا وأنك القطب والغوث المغاس به وأنت تعلم إبناء وإضمارا أهييت يا شيخ موت المسلمين وقد جليت عنهم صدى جهل وأغيارا رممت ما رف من ترك الولاية بل جدت بعد دروس تلك الآثارا أرضيت دينا وكم أغضبت من بدع تدعو بويل وقد أطلعت أقمارا فهذه سنة المغتار فاغرة فها بشكرك تكسى منك أنوارا جزاك عنا وعن دين الشفيع معا خير الجذا وأطال الله الأعمارا عليه صلى إله العرش ثم على أصحابه ما قضى بالقوم أوطارا وله أيضا قد ذاب قلبي شوقا للأحباء شوق المريض إلى لقيا الأطباء أحبة قد رمت أيدي النوابهم وخلفوني حذينا أي بكاء تالله ما رقدت عيني ولا رقأت لها مدامع مزبان بإغوائي فالجمر في خلدي يشوى به كبدي وداء في جسدي قد عم أعضائي قد كنت أنكر ما أنفاذ من لهب حتى رماني أيام بدهيائي كأنني إذ تنادوا بالرحيل ضحن طفل رضيع بلا أم وآبائي ما هب من نحوهم ريح ولا حسنا برق تلأ لا إلا هاج أدوائي ولا حدا قد تحادينا بذكرهم إلا عراني كسكر أو كإغمائي يا سعد فر أحاديث الكرام لنا فبالرواية تاتينا بإروائي وحي حيا لدى جرار قد نزلوا بعيد صرصار وقصص كل أنبائي واحمل سلامي كنشر المسك يصحبه عظيم ود وإكرام وإعلاء لفدية هاجروا الأوطان واغتربوا يرضون رب البرايا كل إرضاء وعند طوبى ترى أنوارهم ستعت كالصبح قد عم نورا كل أرجاء كواكبا حول بدر قد أعارسنا بدر سما وحبا شمسا بأضوائي شيخ المشائخ شمس الدين أحمد من شاعت مآثره في كل أحيائي ليث حمانا وغيث قد جلا محلا نعما ورحما لأموات وأحيائي أمات ما سنه الخب اللعين كما أحيى الذي سنه قطب الأوداء صلى عليه وأرضى شيخنا كرما رب تعالى بأوصاف وأسمائي يا سيد ابن حبيب الله يا وزري يا من هدانا بآيات وأنبائي يا صاحب الفتح والكشف الصحيح معا يا من يذعذه عنا كل دأدائي يا فائض النور ذا الأسرار والنحل التي قد اخجلنا حقا كل دأمائي يا من يربي بما رب الرسول به فددك نفسي وأولادي وأبائي إني رأيتك تغني المعدمين معا فجيت بابك أبغي خير إخنائي كما رأيتك تحيي قلب ذي دنس فجيت حبا لتطهير وإحيائي أنشت ضالة فلج كنت ناشدها وقد هديت لإنشاد وإنشائي شملي بك اليوم يا أستاذ مجتمع وقد تفرق عني شمل الأواء لكم على كل خلق الله جل يد طولة نوب مناب النار والماء فالنار لم تال حرقا للعدو معا والماء لم يال نفعا للأحباء لا عب فيكم سوى نحر السمان وإيقاد القدور لضيف جائع جائي تهدي الألوف إلى من جاء يطلبها من كل نوع بلا من وإيذاء يا ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم العليم المزهب الدائي وابن الولي العلي ابن الولي العلي ابن الولي العلي ظرف عليائي خزخدمة من مريد لا غناء له قسيدة قد حكاها بدر ظلمائي بردة مدح بمنوال نهانسجت وتردت بمعاني مثل زوجائي بكرا تفوق جمالا كل غانية أزرت بهند وأسماء وخنسائي بحسن وصفك قد فاقت صواحبها من أجل ذا حسدتها كل عزرائي يوم العروبة قد زفت إليك وفي قدر الصداق اتحكم ذا المدنائي وليس غيركم كفأا له وإذا قبلت فضلا فيا فوزي بآلائي لم أنتحلها وما بالغت فيك ولم أمدحكم بغلو لا وإطرائي فكافئوني بما شئتم بنسجي في امتداحكم بردة روما لأشيائي لدى الكرام مكافاة محببة والجذء عندهم ياتي بأجزاء يرتاح للبزل عند المدح كفهم مثل ارتياح خليل للأخلاء وليس لي منة فيما أقول لكم ولا يقوم ببعض الشكر إن شائي جزاكم خير ما يجذي الكريم به عنا بأكبر رضوان وإرضاء بحق أحمد طه سيدي سندي خير الخلائق من معظم ومن جائي صلى وسلم في بدء ومختتم ربي عليه بلا حد وإنهاء وآله والصحاب المقتدين به تعداد ما كان من نطق وإيماء ما دام تخضى لدى باب الكريم حوائج المقلين من دان ومن نائي وله أيضا ألا إن ليلة ذب نومي خيالها وأظلم ليلي منذ غاب هلالها فبت كما بات السليم مكابدا هموما رمتني بالسموم نبالها فحزني يا يعقوبي وليلي نابغي وبيني تطيس منذ ميط حبالها رمتني غدا تلبين عمدا بأسهم ففاضت دموعي كالسيول سجالها وصالت بسيف البحر بعد وصالها فيا ليت شعري هل يعود وصالها ولا عيب فيها غير أن قوامها قن الخط والبدر التمام